اشتركوا في القناة 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 بوم حصل معظمنا بيقع في دي بالزبط كده بالزبط لان بيبقى هدفك العيال او بيبقى هدفك مركزة في حتة واحدة هي دي الواخدة او في حتتين بيتي مثلا وعيالي او بيتي وشغلي او عيالي وشغلي لكن انت مش بركزها في الحياة صح والرجل يركز في شغله وصحابه ينسى علاقته يركز في شغله ومثلا هو بس ما يركز مع جانب اولاده جانب هو احتاجاته في علاقته مع زوجته فيجي يتخبط بعدها ان انا روح اعمل علاقات فهي توازن في كله الله عليك نكمل الثالثة ازمة هوية دي بقى اللي حضرتك كنت بتقوليها اللي هو بنامس حكده في يوم انا مين بقى انا توهت مني انا مش عارفني انا مش انا لان احنا خلال رحلتنا التغيير سنة من سنة النلكون ايه احنا بنتغير طريق تفكيرنا نظرتنا تقييمنا القيم اللي بتشبعنا هويتنا اللي بيمتعنا فباجي نفسي في مرحلة هو انا ليه بقيت اتصرف كده هو انا اللي بقيت فيه انا زمان هو انا ليه بقيت اعمل ده مش مبسوطة هو انا ليه ده ما بقاش من السحاب ده انا كان يقولولي يلا اهب يلا دلوقتي مش فاتوه من نفسي عشان انا محتاجة انا ده معناه ان انا ما كنتش في رحلتي على اتصال دائم بنفسي لا او اتصال دائم بنفسي فانا وعيا فانا وعيا نلحق نلحق طبعا it's never too late طب والله طب كميلي خلاص فيبق اذنة هوية انا فجأة عايز اتعرف على نفسي واكتشفني واشوف انا في المرحلة دي اه ايه اللي انا عايزاه اخر حاجة ازمة افكار يعني ايه بقى عندي افكاري متلغبطة ومهزوزة especially ان في المرحلة دي عارفة كده زي حضرتك المراهق اللي هو حرام لا هو طفل بس لا هو شاب اه ولا ألبسه وبقى تمام طب اروح عادي واخرب معيلي ولا حقوله علي ان انا افكاري تلغبطت اه وانا مفروض دلوقتي انا مين اعمل ايه اعمل ايه ايبقى شكل حياتي ازاي فانا مش عارفة اوكي فبتهز اه مش اوقف على الارض صلبة اه دول مين للأربع حاجات اللي بتعمل لنا الازمة او الهزة او الوقفة اللي احنا بنحتاج نقف مع نفسنا شا زي معدك قلت نروح للأفضل بقى تمام طيب اه نعليجهم نعليجهم ينفع نعليجهم ننفع نعليجهم ينفع ما وصلش للأربعة دول لا او ينفع لما ييجو اتعامل معاهم صح وعدي صح بالذات رحب حضراتكم ومجددنا ورحب دفتي نرمين البحيري يا أستاذ صنفنا الأربعة حلو وكده كده جايلنا قبل ما نتكلم ازاي اخد خيرها ايوه لو فيها خير ازمة مونتظة في العمر دي وازاي ابعد عني شرها اوكي هو كل بني آدم بيمر بيها اوه واللي دي الناس اللي عندها درجة حسسية عليها ولا تختلف لا كلنا هنمر بيها كلنا ولكن بدرجات اوه اللي حيبقى واعي ومركز مع نفسه بالعكس حلو لنحنا يعني بالعكس عارفة فيه ناس أوقات تيجي تقول لي هو أنا بقى بعد العمر دي نرمين هبتدي أعمل كذا هبتدي تقول لي استمتعي ولا غيري ولا بتدي لا على فكرة هو رسول الله عليه وسلم نزلت عليه الوحي هو 40 سنة 40 والهجرة 50 ده إشارة ما فيش حاجة بتحسر صدفة ربنا بيقول لنا اتس نافل توليت محدش يقول أصل اتأخر أصل القطر ده قرار وفي أي لحظة أنا ممكن أبتدي مرحلة جديدة يبقى ليها متعتها وليها أهدفها وليها رسالتها زي ما احتاج مجتمع كامل متكامل كده متصلح مع الحكاية شانتي عارفة بقى مجتمعنا شوية هخرج على الموضوع مجتمعنا يقول لك ايه مش عايشة دي مش عايشة سنة مش يبص هو الراجل باين عليه جراله حاجة ست باين عليها جراله أنا المفروض ما شوفش كل ده وشوف نفسي بالضبط كده الله عليك وطول ما أنا شايف نفسي وتصرفاتي طلعة من قوة أو من اتزان مش هتلاقي ناس بتصدر أحكام يعني مثلا ممكن إحنا نفس الشخص لما نشوف واحدة مثلا في مرحلة عمرية لبسة لبس نقول الله ما شاء الله محتفظة بنفسها وبصي بس تشوف واحدة تانية هي مالها لبسة كده دي متصاب كأن في حاجة في جسمك زكية بتقرأ إن ده هي دي بتعمل حاجة مش هي دي طالعة من قوة لا دي طالعة أن أنا مش رفضة نفسي فمن رفضة سني فعايزة صغرني كأن في حتة جونا زكية بتقرأ الطاقة دي أو بتقرأ شمعنا احنا بنقبالها من حد وحد دي لأ صحيح كلنا بنقع في الحتة دي شمعنا ده بيبقى تمام وبرافو عليه وعمل نهتم غير بروحنا الحقيقة بالضبط كده نهتم بالاخرين يعني نشتغل على نفسينا أكتر ما نشتغل على الناس بالضبط فكل واحد يعمل هو عايز دي حياته نخليش خوف إصدار الأحكام يمنعه أو يسرق منه فرحته وأحلامه والشكل اللي عايز يشبه نعمل ايه حلو اخد خير هزاي وابعد عني حلو احنا لسه ما دخلناش احنا بقينا وعين اه ان احنا هنشتغل على الأربع حاجات دول ولو احنا فيها هبتدي حدد رقم واحد أنا مين في دول اه انا عندي مشكلة رسالة انا حسن حياتي ملاش معنا يبقى دي فترة انا محتاجة أقف فيها مع نفسي بالراحة جدا وبقى بسمع صوتي الدخلي كده زي ما بيقوله بصفي بقى زهني مش صوت الناس اللي هتقعد تقولي انت جبارتي وخلاص وابتدي ارسم لنفسي انا عايزة اللي جاي من عمري يبقى اعمل ازاي تمام عايزة استمتع بي ازاي تمام ومش بس استمتع بي المعنى اللي عايزة حطه على الاستمتاع وعلى الهداف ان فما تبقى من العمري يكون اجمله طبعا الله لان ده قرار اه بالعكس ده هي في ناس كتير كلنا وحنا صغارين اما ولادنا صغارين اقولك يا لو عندنا وقت يا لو كذا طب ما الوقت يجي بقى هنعمل ايه ما لما الوقت بيجي ليه بحس ان خلاص عمري ما دالي لاحظة اللي احنا كنا بنستنيها طول عمرينا ولادنا صغارين ايه فاذا بالعكس ده ده فرصة الحياة بتقولك يلا عيشي واعملي لك النفسك في قدتي مهمتك تستحقي مكافأة يلا دلوقتي فوقي لنفسك طب هل في خطوة قبل جلد الزات بفكرة انا حققت ايه وما حققتش ايه وفكرة فين عمري بالزوم لازم نتخلص منها لازم نتخلص لانه في كده ما ينفعش لما انا التجارب اللي عشتها لو انا جيت قلت لحضرتك تديني خبرتك كلها المهنية هتقولي لا مستحيل احنا عايزين الخبرة بس مش عايزين التجارب فالوعي اللي احنا وصلنا له النهاردة احنا بنستخدمه سلح ضدنا ايه ده ايه اللي انا بقى كنت بعمله في حياتي ده ايه ده انا كنت غلطانة في القرار ده كنت غلطانة ان انا ما عملتش كده بس هو اصلا التجارب دي هي اللي وصلتني للوعي ده اه فانا لو ما كنتش عشت ده ما كنتش وصلت للنطج والوعي ده تمام يبقى انا لازم لما بص وراي ما جلدنيش وحاسبني انا بقيم اه تقييمي تعلمت ايه شكلت فيه ايه الرحلة اللي انا عشتها علشان اكمل رحلة بشكل اجمل اجمل وقيم وبقى صدقة مع نفسي الرحلة دي شكلت فيه حاجات حلوة قوي بس شكلت فيه حاجات سلبية طبعا ايه انا بقيت وعية بيها واحد اتنين تلاتة في المرحلة الجاية لا انا عايزة ازبط نفسي عايزة ازبط دي وعايزة ارجع حلوة زي زمان في النقطة دي في الشغل وعايزة انا اصدق واحدة مع نفسي صحيح فلازم اكون ممتنة للتجارب اللي اديتني اصلا الوعي ده وفخورة بيها طبعا وده كان وعي اه وده اللي وصلني لده والوعي ده اللي حيوصلني للوعي اللي هو كمان كم سنة يال حل اه فيبقى ده لو انا عندي مشكلة رسالة او تقييم شايفة ان انا ما عملتش حاجة في حياتي اه مشكلة التوازن سواء انا لسه ما دخلتش او انا فيها اه التوازن لازم احافظ فين بتيجي في مرحلة انا بلا صحاب انا بلا مجتمع انا فجأة حياتي لقيتها ولادي وشغلي صح وعمل بس اكفع فقصات وعمل بفواتير صح ينفع بدأ بالزبط من النقطة اللي انا فيها ورقة وقلم واكتب ايه الجوانب اللي في حياتي اللي انا شطورة وبشبعها وايه الجوانب اللي انا مقصرة فيها انا مهملة في صحتي مهملة في اهتمامي بنفسي مهملة في صحابي انا قطع طلقتي بصحابي بقى ليه زمان مهملة في ان انا ما عنديش حتة بتاعتي بكبرها ممكن تكون امرأة غير عاملة ايه بس عندك حتة بتاعتك تحبي تعملي تريكوب تحبي 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 ترسم ترسم مزيكة فكنت زمان بعز في اغنية وتبعز في عشرة صحيح فعندك فايل بتكبريه مش لازم يكون بشتغل واكتب انا فين اه لا انا مهملة في ده ده انا اهملت الجانب ده انا الجانب ده ما غزتوش وابتزي حط خطة ان انا افتح بقرار بقرار القرار هنا مهم بزاق فاناس قولي ايه وانا هجيب صحابي يا نرمين في العمر ده اه انزل وروح اشوف ايه الانشطة اللي بحبها ايه حاجات عايزة روح اتعلمها ادخل جمعيات فكون علاقات العلاقات هتبقى معارف شوية هنبقى صحق هتاخد درجات صحيح ما اخدش قرار اللي انا انا في السن ده مش هينفع اه احكم على نفسي احكم على نفسي بالظبط فانا اللي حطت نفسي في تجمع يسر انا عندي مبدأ كده انت عارفها سلوجان كده دايما نقول يسر تتيسر عقد تتعق بالظبط كده فانا اللي تجمت نفسي يبقى مهم قوي ان انا التوازن علشان لو انا دلوقتي او لو وقايا كل ما هحامل حياتي متوازنة هتبقى الحدة اقل اقل ان انا مش هيحصل لي كده حال ازمة افكار لازم ابتدي شوف الافكار المعرقلة اللي عندي زي ما سمع ديكو تيسر بتقولي ايه ده هو انا في العمر ده هامل صح ايه ده هو انا ينفع دي فكرة معرقلة دي منعاني من انا استمتع منعاني ان انا يكون سعيدة يبقى لازم اتخلص من الفكرة دي طيب واجيب لعقلي اثبتات تساعده زي ما قلنا المسال مثلا بتعرصوه عليه الصلاة والسلام يبقى محدش يجي يقولي هو انا حبتدي لسه شغل جديد وانا فوق ال 40 و 50 يا نرمين ده اللي انا عرف ولقا اتعلم واروح عادي يبقى اجيب اثبات اجيب واحدة عرفها فجأة بدأت مشروع فجأة كونت صدقة فقول طب ما زي ما هي عرفت طب ما انا هعرف بالزبط زي ما هي قدرت فهز عقلي ايه ان اللي انت بتقوله ده مش حقيقة علمية مزبتة في الاتجاه الايجابي في الاتجاه العكسي مهم قوي النقطة الرابعة ان انا اقعد مع نفسي يا جماعة يوميا لازم اقعد مع نفسي ان شاء الله 10 دقيق اتصل مع نفسي ما هو انا خايفة الاتصال دي يبقى جلد زاد اه ما هي للأسف ازاي نبطل فكرة جلد الزاد دي هو لو حضرتك ليكي واحدة صحبة قعدتها حلوة بتبقي عايزة تعوذي معي لو اعدتها وحشة انا ايه لو اعدتها وحشة هتبقي بالنسبارك مش عايزة لو انا افهمت اعدتي مع نفسي دي اعدة جلد وليه انا مش هيبعايز عايزة عدت مع نفسي عبد بهرب مش طيقان مش طيقاني بهرب عايزة عدت مع نفس على طول مش عايزة عقد لبقى انا لازم عودني اعدت في فرق ان انا بعود اعادة اسبوعية مثلا اعادة بقيم مش بكلت وفرق إني قاعدة كل يوم بطصل الزبط مع نفسي إيه لوزة بقى النهاردة اللي زعالك اللي بسطك تعالي النهاردة كان نفسك في إيه إيه ده هو أنا ينفع طبطب على نفسي أحلى طبطب والله والله أحلى طبطب لأنه إحنا كستات احتاجتنا متغيرة مهما معاك بيئة محيطة جميلة رائعة عمرها ما بتقدر تفهم جواكي إن إحنا كل شيء بحل صحيح كل شيء عندنا حتاج مختلف نهاردة عايزة حد يحدوني بكرة عايزة أبعيده وعن ماشي بحيتش كلمني بعده عايزة ليتناقش معي بعده عايزة ليسمعني فإحنا هنجنن الناس لأن إحنا أصلا ونجنن روحنا لأول فإذا أنا والرجالة ينفع طبطب على نفسي أنت عارفة إسانة على مسافة واحدة أو في الحاجات دي بزي ينفع الرجالة طبطب على نفسي أي حد في وقت ضعفه لازم قبل ما يروح يطلب طبطبه من حد يكون هو طبطب على نفسه ولو أنا ما عارفتش طبطب على نفسي ما زعلش أن اللي حوالي مش بتطبطب علي أحب نفسي عشان أعرف أحب اللي حوالي بالزاق وعشان أعرف حتى بقفير إنه لما بقول نسي هو أنتو شو بتطبطب علي لي طب هو أنا طبطبت على نفسي أنا عندي حق لما يجي روجل هو أنتو هو أنتو بتعرف طبطب على نفسك ولا أنتو بتطلب حاجة أنت أصلا مش عارف تعملها تمام تمام فدي نقطة مهمة لازم أعود يوميا إن شاء الله عشر دقيقة مع نفسي بسمعني بسمع شوف مشاعري بشوف أنا كنت مقصني إيه مبسوطة في إيه إيه اللي عجبني إيه اللي فرحني بنفسي بسطني طول ما أنا حفظ المرأباني التهى مش هتكون كبيرة مش هصحى في يوم آه تفاجئ مين لأ أنا وعي أنا كل يوم مع نفسي كل يوم سمعيني كل يوم رأبة مشاعري بقى عندي باترن بيتكون إن أنا بقالي ملاحظة خمس مرات مش بتبسط الله هنا نقف طب أنا ليه وأنا عندي احتياج هون شوف تازنة أشان المراجعة تبقى سريعة بزرع أنزل من المحطة من القطر بدري نلحق نصلح بدري بدري آه من أستناش لما تكون كبيرة في طريق الخطأ بالزبط كده فنلاقي نفسي سحيت كده وأنا مش عارفة مشكلة كبيرة ما الحقتاش من أولها في مقولة كده حلوة أجنبية يقولك يعني قلت للوحش وهو لسه صغير هتقدر عليه بس لو كبر مش تقدر عليه دوحش عارفة الأغنية اللي بتقولك اختياراتي مدمرة حياتي مدمرة حياتي ينفع في كل سنين العمر أختار وفلتر وتبقى يعني فكرة الاستغنى أن أنا قادر أستغنى بقى عن أشخاص وجودهم الحقيقة ما بيعملش غير أنه شخص سلبي وطول الوقت حطيتني في حتة جامعة ينفع طبعا لأنه اختياراتي هي اللي بتتحكم في جودة حياتي اختياراتي بتتحكم في جودة حياتي أنا اخترت حاجة اديتني حاجة بجودة معينة عجبتني الجودة يبقى أنا عملت الاختيار المناسب لي ما عملتش ما خدتش الجودة اللي أنا عايزها أو النتيجة اللي أنا عايزها إذن أنا محتاجة أغير في المعطيات أغير في الطريقة اللي بفكر بيها اللي بختار بيها الكريتيريا نفسها لكن لو فضلت بنفس العقلية بنفس الطريقة اللي بختار بنفس اللي احتاجت من هتفضل دايما بتطلع لي نفس الحاجات ونفس النتيجة أنا بتكلم عن الاختيار عايزة أفهم وصفك ده عن الاختيار بشكل عام بما فيهم الاصحاب بما فيهم المجتمع كل حاجة كل حاجة شغل مجتمع صحاب هنسافر فين هنأكل فين كل حاجة بشكل عام بشكل عام تمام فإذن لما أنا لأي نفسي إن أنا في فرق إن أنا حوالي صديقة مثلا سلبية بتأذيني فأنا بفكر بقى حاجة تشكيل العلاقة إزاي وفأنا أنا ملاحظة إن أنا كل صحابي اللي بختارهم كلهم مجتمع فيهم شيء معين والشيء ده بيديقني يبقى أنا هنا عندي مشكلة في اكتيراتي دمرت حياتي كل الرجالة اللي بختارها كل العرايس اللي أنا بروح أتقدم يبقى أنا هنا محتاجة أرجع نفسي أنا بعمل إيه مخلي فيه باترن صحيح موجود لكن لما بتكون حاجة واحدة في حياتي بنشوف بقى أنا أتعامل مع إزاي يبقى هنا أنا محتاجة أحط حدود هنا محتاجة إن أنا أخرج أتعامل إن أنا كل بقى مشكلة وحلها بيكون أعمل إزاي آه تمام ينفع ينفع أعمل حدود لكل حد في حياتي طبعا ده لازم بما فيها ولادي بما فيها شغلي بما فيها جوزي بما فيها مراتي يعني صح تكلم على صح ده مهم جدا وأنا صغيرة كانت عندنا مدرسة رائعة جدا من لسه يبتدينا مورل كده وحاجات فحكيت لنا مرة قصة دي أنا حد لوقتي رنح تقول كان مجموعة قرروا يقربوا من بعض قوي فلما يقربوا من بعض يشكشكوا بعض فيتخنقوا فيتعصبوا فيبعدوا فيزعلوا وزهقانين وبردانين فيفضلوا كده وكده وكده لحد ما جم قدروا يعملوا مسافة صغيرة اتدفوا مع بعض وضحكوا هزروا بس ما شكشكوش بعض وما دايقوش بعض فيكت بتعلمنا فكرة الحدود إنه أين كان أقرب حد لازم تبقساه بحد ما ينفعش مهما كان دركت مهما كان مهما كان فيه حدود دي أنا تعريف حدود إيه وهو لازم يكون فيه تعريف لكلمة حد حد إنه هو بيتجاوز ولا الحد إنه بيتدخل في قراراتي ولا الحد إنه هو مثلا أنا أحكي كلمة حدود دي كلمة كبيرة بس قصدي إنه حتى ولادي لازم أسمح لنفسي حتى منقول فيه استئزان قبل ما مش معنى إنه بنتي تدخل علي القوضة مثلا على طول صحيح مش معنى إنه أنا مثلا أي تشبيه ففكرة إنه أي إنسان حتى ولادنا بندخل نحن بنخبط الباب فهو من حقه يحط حدود من حقه آه إحنا تريفوناتنا مفتوح لازم نحترم ده نحترم فكل إنسان آيان كان لأ ليه حدود ودي حاجة لازم تكون في الشخصات حتى ولادنا بنعلم صحيح ارسم حدودك صحيح حتى لو إحنا بنربيهم فده شيء صحي جدا عشان العلاقات تكون علاقات صحية طيب نرمين آم آم إزاي أو نقول إيه للستات والرجالة لو في حد منهم دخل منطقة أزمة منتصف العمر دي التانية تعمل مع إزاي آه حلو عوي السؤال ده بقى السؤال ده لأنه أنا النهارده خلاص أنا بقيت بانك فجأة ونزلة تيك 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 على نفسي فبقيت بالتالي أنا مش طائق أي حد أيها إزاي علشان مهربش هروب صح مدمر صح ما بوصش حياتي صح هل الطرف الآخر في حياتي علاقة دور طبعا إحنا الاتنين مع بعض فريق واحد فكل واحد فينا مطلوب منه حاجة أول ما الشخص يظهر عليه الأعراض معينة لخبطة توها لازم أروح أشرح لشريك حياتي اللي أنا بمر بيه فكرة بقى هو يفهم هو أنا حبطي أنا مش قادرة بس الإنسان مش بيبقى مش مبسوط بيقولك عدم رضا عدم ثقة بالنفس شك لكن مش إن حد هو مش قادر إن أنا أتكلم فببتدي أروح أخرج كده أعبر مع الشيك حياتي حاسة إن أنا الفترة دي مهزوزة حاسة براجع نفسي كذا حاسة إن راجل عمري عدة وإن أنا عندي معيشة الشباة لازم نعبر للي قدامنا نديله الألارم إن إحنا مش تمام خلينا نبقى واضحين أكتر تمام أحياناً التعبير أوه بيقابل بالهجوم وال يا إما هجوم يا إما استخفاف يا إما أنت تهبلت ولا إيه أعرفة السكة دي أو يا إما مدفوق يا ستين تكلمي في ده دلوقتي أي فكرة الإحباط تمام في رد الفعل ما وإحنا حنعمل المحاولة بلاش نفترض البل قبل وقوعه تمام إحنا هنجرب وإحنا بنقول بنوصل إن إحنا مش بنعي طب أنا حاسة أنا ولو أنا عايزة دعم ببتدي أطلبه أو لو أنا مش عارفة أعمل إيه وهنا الطرف التاني عليه يجب أنه يدعم إنه يدعم ويحتوي إحنا فريق مع بعض ويقدر ده ويقدر وبالعكس طب أنت محتاجة إيه الفترة دي طب أنت محتاج إيه طب أنت شايف أن أنا لو عملت إيه طب أنت عايزة نغير شكل حياتنا إزاي لو أنت حايزة نحن عايزين نعمل فن أكتر ونستم لازم في حوار تمام عشان كده بنلاقي ثقافات في بلاد أخرى اللي هما بيقع عندهم الحوار بتلاقي الأزمة دي هم أخدوا ردود أفعال مختلفة يقول لتحنا خدت مراتي وروحنا عادنا في الريف وأحفادنا بيجولنا كل الريف أنا استقلت وروحت لهويتي وهعيش أصطاد أنا أخدت البرتنور بتاعتي وروحنا نلف العالم لازم تتعبني نفسيا لأنه هما فيه ثقافة الحوار ثقافة مجتمع ونحل مشاكلنا أول بول واحتياجتنا ما بنسيبش يبقى نقول للطرف التاني لما يجيلك طرف يقولك أنا مهزوز و مش مضبوط مش مضبوط أرجوك تدعم إسمع لو أنا قبلت بالأحباط أعمل إيه أنا مسؤولة على ما أنا عايزيه حلو سعدتي مسؤوليتي نجاحي مسؤوليتي هدفي مسؤوليتي ففيه مبدأ كده بقولك أسعد وسعيدة أنا سعيدة مسؤوليتي الناس حتخليني أسعد وليس سعيدة الناس حتتعيدني فرستارت أنا فرستارت أنا بالضبط فأنا والله الدعم حيجيلي يا بانتا كريم يا رب شكرا ما جليش إوعي تزدادي هزة أو استسلم أو تستسلم مسؤوليتي دور على مساعدة على دعم بالمصدر آخر على أروح أنا أشوف حلول خلاص مصادر تانية تساعدني لو أنا محتاجة دعم إن أنا أوصل النقطة اللي أنا عايزة وصلها وكمل وكمل وآوح دي مسؤوليتي لكن ما ينفعش أسيب نفسي للإحباط لأن ده بيبقى منسميه عقلية الضحية استسلمت خلاص ما أنا هعمل إيه هم قالوا لي هم وأنا هحظني وأنا فبنقع في فخ بقى ندخلنا في حتة الضحية والحزن بقى بالزبط كده ونقعد نعاية بقى بالزبط ونشتكي ونكمل في مسألة بقى إيه الضحية بالزبط فده هاخدنا بقى في حتة تانية بقى خلاص هتبقى أزمة وضحية الاتنين بقى مع بعض هعملوا كومبو بقى اه تشرفت بيكي أنا تشرفت بحضرتك أمنى أنه نكون مفدين لحضراتكو تغيير ثقافة مجتمع بتبدأ بحاجات زي دي إنك تفرد وتعرف كويس قوي يعني إيه وده الحقيقة لمتابعيتي لنرمين البحيري تقولك إيه الجاو الخارجي بالنسبة لك ما تخلوش يبقى هو ده لأ إنت أبدأ يعني ساعتك لما تلاقيها في الجاو الخارجي فيديوهات لي كانت بالشكل خليك إنت تبقى عايز ده محتاجين ندخل للحاجات دي ثقافتنا المصرية أنا بقولها وأتمنى إن احنا نوصل لهذه الدرجة إن شاء الله نكرر اللقاء في حاجات تهم الناس أكيد وإزاي نغير عارفة سيكا سيكا كده أيها واحدة واحدة ثقافتنا الأقل للشباب يسمعوا الأطفال يسمعوا فنبقى إحنا بنغير إن شاء الله للشكل الإيجابي إن شاء الله في الآخر بيعود علينا كلنا بالطاقة الإيجابية وبالجو العام الإيجابي بشكرك نيرمي وأنا بشكر حضرتك جدا أنا لايستمتعت والله جدا بحواري مع حضرتك بشكر حضرتك وشوفك بكرة على خير مع تحياتي عزة مصطفى وكيرا